السباق نحو كرسي الرئاسة في أنقرة ينطلق من جديد وتحركات المرشحان للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بدأت مسارتها تتضح لاستمالة أكبر عدد من أصوات الناخبين فالهزات التي عاشها حزب تحالف الشعب بقيادة مرشح المعارضة كمالكالشدار أغلغ عقب نتائج الجولة الأولى وسلسلة الاستقالات والإقالات في صفوف المسؤولين عن حملته الانتخابية وضعت غريمه رجل طيب أردوغان في وضعية مريحة لاكتساح جولة الإعادة الرئيس المنتهية ولايته لم يتأخر في عقد سلسلة لقاءات مع قادة تحالفه الانتخابي وعلى رأسهم زعيم حزب الحركة القومية إضافة إلى لقاءات جمعته مع كل من رئيس حزب الرفاه ورئيس حزب الهدى الكردي ورئيس اليسار الديمقراطي وفي سياق حملته الانتخابية يعتزم أردوغان زيارة بعض المناطق المتضررات من الزلزال نهاية الأسبوع الجاري كرد على ما سمها إساءات المعارضة لهذه الفئة من الناخبين حيث اتهم أوساطها من تهاج تصرفات خاطئة وقبيحة في حقهم في المقابل كمال كالشدار أغلو وفي محاولة لاستمالة أصوات الشباب قال إن المطالبة بالتغيير هي الواقع الأكبر الذي تمخذ عن صندوق الاقتراع في الدور الأول وأضاف كالشدار أغلو في سلسلة تغريدات أن من يطالبون بالتغيير في تركيا باتوا أكثر ممن يرفضونه مشددا على ضرورة العمل بشكل مكتف خلال الفترة التي تسبق الجولة الثانية من الانتخابات ودعا مرشح المعارضة فئة الشباب الأتراك إلى التفكير ماليا في وضع البلاد الحالي قائلا إنه فهم رسلتهم وسيعمل على تبديد مواصفها بمخاوفهم